نعطيكم العافية خامس اليوم ان شاء الله رح عمل مراجعة سريعة على درس المضلعات وعندي برضو على الرسم الدائرة تمام انه كيف نطلع منها قطر ونصف قطر ووتر وهي الاشياء والمضلعات حكينا بدرس المضلعات انه كيف نحكم على اي شكل انه هذا الاشي مضلع فيه للشروط لازم يكون عندي هذا الشكل قطع المستقيمة جميحة مغلقة وبنفس الوقت لا يحتوي على اي قطع منحنية صح نتذكر مع بعض حكينا هذا الشكل اللي عندي هنا مش مضلع ليه لانه في عندي هنا مفتوح القطع مش كاملة هذا عندي كان مضلع قطع مستقيمة ولا يحتوي على اي قطع منحنية شكل ثلاثة قطع مستقيمة ولا يحتوي على اي قطع منحنية رقم اربع ليس مضلع لانه في عنده قطع منحنية رقم خمسة مفتوح طبعا واصل قطع منحنية رقم ستة يعتبر مضلع قطع مستقيمة ومغلق رقم سبع ليس مضلع ليش انه يحتوي على قطع منحنية رقم ثمانية لا يحتوي على اي قطعة منحنية وقطعة مستقيمة اذا مضلة رقم تسعة مضلة رقم عشرة مضلة وحكينا هون كمان عندي الشكل هاد عندي مضلة لا يحتوي على اي قطعة منحنية جميع قطعة مستقيمة شكل اتنين بيحتوي على قطعة منحنية ليس مضلة شكل تلاتي عندي زي ما انت شايفين مفتوح ليس مضلة شكل اربعة مضلة لانه جميع قطعة مستقيمة مغلقة شكل خمس مفتوح ليس مضلة شكل ستة يحتوي على قطعة منحنية شكل سبعة يعتبر مضلع لأنه جميع قطعه مستقيمة وما بيحتوي على أي قطعة منحنية وبعدين حكينا خامس أنه كيف أسمي المضلعات حسب عدد القطع المستقيمة أو عدد الأضلع اللي بتكون منها المضلع هذا الشكل كان عندي إيش ثلاثي شكل رباعي شكل خماسي كيف عرفنا يلا واحد تنين ثلاثة هي ثلاثي واحد تنين ثلاثة أربع رباعي واحد تنين ثلاثة أربع خمسة خماسي واحد تنين ثلاثة أربع خمسة ستة سداسي واحد تنين ثلاثة أربع خمسة ستة سبع سباعي واحد تنين ثلاثة أربع رباعي واحد تنين ثلاثة أربع خمسة ستة سبع تمانية تمانية واحد تنين ثلاثة أربع رباعي هون ما بنحكيه كيف نحكيه مضلع دو اثنى عشر أضلع عندي هون سداسي 1-2-3-4-5-6 وهون عندي ثلاثي كيف بدي أسمي المطلة كمان هون حكينا عن المطلعات وسميناهم وهنا عندي ثلاثي وهذا بنعتبر القطعة كيف أسمي المضلعات حسب الأضلع اللي بتكون إنها راح أعمل يا خامس مراجعة برضو كتير سريعة لدرس الدائرة اللي هي عندي هون يا خامس وهذا كثير عندي مهم اني كيف أطلع نصف قطر وكيف أطلع وتر وكيف أطلع هاي الأشياء كلها من خلال الدائرة تمام يا خامس من خلال الدائرة هلا متر ما احنا شايفين الدائرة الموجودة عندي هون بتحتوي على كثير عندي قطعة مستقيمة من نقطة لنقطة لو بدأجيب لك أنا السؤال تمام يا خامس سميلي سميلي الأقطار الموجودة في هذا الشكل ها سيخامس عشان أسمي الأقطار الموجودة في هذا الشكل الأقطار لازم تمر في المركز القطر لازم يمر في المركز عندي سين يا بدي أحل هاد السؤال هو موجود عندي في الكتاب بس نحله مع بعض عشان تتركز المعلومة سمي الأقطار وأنصاف الأقطار جميحا بدي أكتب الأقطار أول إشي الأقطار هلأ سين هايا بدي أعتبره قطر ليش؟ لأنه بمر في المركز سين هايا في عندي كمان صاد حىلام صاد ها لم سين هايا صاد حىلام كلها أقطار بس أما سين صاد ما بعتبره قطر ولا عين نون قطر لأنه باب يمر في المركز إذا من الأقطار اللي عندي سين هايا أو حكيت اسين يا صح صاد ها لام أو لو حكيت لام ها صاد أو لام صاد المهم النقطتين الموجودات على الدائرة يكونوا موجودين مذكورين عندي با هاي ألف بدتهم بنفس الإشيء أنصاف أقطار أنصاف أقطار نصف القطر اللي برضو راح يمور في المركز عندي هون صاد ها وها لام في عندي صاد ها هاي واحد ها لام هاي اثنين سين ها وها يا هاي كلها أنصاف أقطار لأنه مرت في المركز سين ها ها صاد ها وها لام كلها أنصاف أقطار هلأ با سمي الأوتار جميحا الأوتار اللي هم أي نقطتين بيمر يعني أي نقطتين موجودين عندي على الدائرة بيمر فيهم خاط مستقيم الأوتار الموجودة عندي سين يام بعتبر وتر صاد لام بدي أعتبر وتر سين يا صاد لام راح أعتبر وتر سين صاد سين صاد راح أعتبر وتر صاد نون وتر شوفوا كم وتر عندي كمان مرة سين صاد وتر هايو في عندي خط مستقيم بربط بين نقطتين موجودات على الدائرة سين يا وتر تمام صاد نون وتر تمام هسا في عندي كمان صاد لام وتر رح أرجع أعيد سين صاد وتر معاي كلكم وسين يا وتر صاد لام وتر صاد نون وتر هل القطعة نون عين وتر طبعا لأ لأ عين ليست وين على الدائرة لا لأنه ما مرت في الدائرة لأنها ليست على الدائرة ليست نقطة على الدائرة لأنها ليست نقطة على الدائرة قال هشام إن سينيا سينيا هي وتر في الدائرة سينيا هي وتر في الدائرة بدي أعتبر كل قطر تمام نعتبره وطر كل قطر وطر وليس كل وطر قطر يعني ممكن يكون كل قطر يكون عندي وطر كل قطر اعتبره وطر لانه خلاص بيمر في نقطتين ليس كل وطر ممكن يكون قطر هاي وطر بس مش قطر ليش لانه ما بيمر في المركز تمام يا خامس هاي مراجعة بس عشان تعرفوا بالظبط كيف تطول هاي الأشياء لانه هاي الأشياء كتير مهمة عندي كيف نعرف انطول نصف قطر الاوتار اي نقطتين موجودات على الدائرة بتربط بينهم خط هاي تعتبر وطر حتى لو كانت في المركز اما القطر ونصف القطر منتطلع على المركز نصف القطر لازم يمر في المركز والقطر لازم يمر في المركز تمام يا خامس نكتبوا هذا كله يعطوا على كتاب هذا السؤال والمراجعة اصلا كلكم عارفينها وكلكم تمرنوا عليها ويعطيكم ألف عافية